كي بدأ المسلسل ديناب بنت اسميتها وينزداي داخل المدرسة وكل شيء يشوف فيها ولم يحملها حيث تلقى إشاعه بالذي قتلت جوجها ديشحال بسبب أنهم تنمروا على أخوها الصغير فشحلت البلاكار ديالها لقى أخوها مربوط فيه سولاته وشكون دار فيك هكا شوياجة رؤية وشافت شكون دار لأخوها هكاك مشات عن الدراري اللي تنمروا على أخوها والذي كانوا فلابيسين ديال المدرسة وجابت جوج ديال الخناشي فيهم واحد النوع ديال الحوت متوحش ورماتوا عليهم فلابيسين وبسبب هذا الشيء جرأوا عليها من المدرسة من بعد جاءوا وليديها وركبوا في الطنوبيل وقالوا ليها سنعطيك المدرسة خاصة بالسحر والسحيرات وهذه هي المدرسة الوحيدة التي تصلح لك حتى لدابة تمنيات المدرسة التي جرأوا عليك منهم بسبب مشاكلك ماما قالت لها باللتاهي قرأت في هذه المدرسة للسحارة وعودت لها على ذكرياتها تمة وحضرتها من المشاكل التي يمكن أن يطراه ولكن وينزداي قلت لها لا تخافي سينهرب في قل من سيمانا وصلوا إلى المدرسة وخرجوا عند مديرة المدرسة التي تحاول تهدر معها وتسويلها على معلوماتها المديرة رأيت في وينزداي الكآبة والوحدة وقالت لها باللتاهي في البيت الذي كانت فيها ماماك وحضرتها من الهرب وصلت وينزداي لبيتها وهنا ستتلاقب شاركتها آنت لكلها طاقة وحيوية وكانت عكس وينزداي تماما المدرسة كلها فهبطت آنت توريها وتعاود لها القصة لها المدرسة التي تحللت على ود السحارة والمستدئبين ومصصين الدماء وقالت لها آنت بالتي هي مستدئبة ولكن ما زال ما تحولت وينزداي هبطت تدع عائلتها وهنا نرى باباها خلا واحد يدع مسحورة اسمي تاسينغ وهي التي ستبقى حدية بنته وينزداي وتعطيه خبارها وينزداي في البيت التي بدأت تقسم فيه على جوج وتمسح الرصومات والألوان التي كانت دائرة آنت دخلت آنت وتعصبات وبدأت مشاحنة بيناتهم قليلا دخلت أحد ابنت ميتها مارلين جاءت لكي ترحب وينزداي وجابت لها وردة فشمشت مارلين خرجت وينزداي للساحة المدراسة ثم طح عليها تمثال وصخفات فجاء أحد دري وداها للعيادة المدراسة وقال ليها أنا أعتقتك حتفايت حتى أنت أعتقتيني لكي كنت صغير لغد ليه المديرة أخذتها للطبيبة النفسية وقال ليها سنبقى هنا لكي لا تهرب وينزداي دخلت عن الطبيبة وبدأت معها الحصة العلاجية وكانت وينزداي غامضة ولم قدرت الطبيبات تعرف حتى معلومة من عندها هي طلبات من الطبيبة لكي تمشي للحمام وترجع لعندها فشمشت لقيت سرجم ففتحت وهربات ولمديرة كانت مشغولة في التليفون وما تتابهت وينزداي مشت للقهوة التي دائما تمشي لها وطلبت قوتهم للريتيلر ولكن الماكينة كانت خاسرة فقلت له نصوبها لك ولكن بشرط تديني الوحيد البلاثة وقدرت وينزداي تصوب الماكينة وهي تشرب في قوتها جولت العمدة المدينة التي بدأت تنمر ويستهزئ بها هي لم تسكتليه وناضت ضرباته وضربت حتى أصحابه ثم جاء واحد البوليسي وبدأت يحقق في هذا الشي اللي ترى هنا دخلت المديرة عليهم وطلبت اسمحها منهم وخذت وينزداي وهم خارجين البوليسي بدأت يحضر فيها وقال لها بباك كان متورط في جريمة القتل هذه ثلاثين عام ودبارة سنخلق لكم مشكل كبير وهم في الطريق لمديرة حضرتها وقلت له هذا آخر انظر لك للمرة القادمة سنجري عليك دخلته وينزداي لبيتها وهنا شافت سينغ وعرفاته كيراقبها شدته قد تهدد فيه وقلت له من الأحسن تخدم معي ولا نقطع سبعانك سينغ خاف ووافق يخدم معها وقلت له سيذهب عن تيلر ويقول له يصوني لها وفعلا سينغ ممشى وقدر يوصل لرسالتها تيلر صوني لها وقلت له أريد أن تأتي للحفلة التي ستكون هنا في آخر السيمانة لكي تعاوني نهرب و تيلر وافق دازت سيمانة ووصلت لوقيتها المنتظرة وهم سينهربانين وينزداي شافت رؤية التي فيها ستقتل صديقها راوان في الغابة تلقيت من تيلر وتبعات راوان لكي تنقضه وتبعاته وقلت له يجب أن تخرج من هنا دابة ولا ستقتل قليلا راوان تقلب عليها وقدم قوته السحرية ضدها وقلت لها أنا اللي حطيت لك هذه الرؤية لكي ترى فيها حيث أنا اللي بغيت نقتلك وقلت لها أنت ساحرة ولماذا حال من مرة حضرتني منك وقلتها صورتها اللي كانت راس مهمه قليلا راوان اللي قتل راوان بنفس الطريقة اللي شافتها في الرؤية حاولت تنقضه ولكن كان فات لفوت وينزداي مشات لعند المديرة لكي تعلم البوليس ولكن كل مرة يمشون البلاثة لا يوجد أيضا آثار من الجريمة ظهر المحقق في وينزداي والمديرة اللي بيت راوان لكي يشاهدونه كين ولا بصح ذلك اللي تقول وينزداي هنا المديرات سيفت في شكل راوان قدام المحقق لكي لا يعرف الجريمة بالصح كينة وتخسر الصومة للمدرسة المحقق تعصب من وينزداي ومشى هذه الساعة بدأت إشاعة في المدرسة كي تقول بللي راوان سيتحول المدينة أخرى المديرة مازالة مكملة في التمثيلية ديالها وهي غادة بشتركة في الطموبيل على أساس أنها راوان وقفتها وينزداي ولكن ما بغاش يهدر معها ومشى وهنا كنشوفو سينغ مازال تابع راوان ومراقبه ندخل الحمام وخرج على شكل شخصية راجل آخر الغدليه وينزداي خذت تيلر مع هالغابة بش يتأكدون من الموت ديال راوان وفعلا لقات نضادره وهنا عادت تأكدت شوية جاءتها رؤية في النهار الذي طاح عليها التمثيل كان راوان مضارب مع الدري الذي اعتقها فش طاح علي هذا التمثيل وخذها الكتاب الذي كانت فيه تصويرتها ومشات وينزداي تقلب على هذا الكتاب في المكتابة بوحد العلامة يتميز بها ومشات سؤولة مارلين على هذه العلامة فقلت ليها هذه العلامة للمجموعة اسميتها لينشاين هذه المجموعة قديمة بثاف ولكن ذلك اختفت لغدليه وينزداي كانت مشاركة في واحد المسابقة للصيباق النهري وهي غادة رأيت رؤية فيها واحد البنت تشبه ليها بثاف وقلت ليها بالذي هي المفتح ديال كل شي من انفقت من الرؤية كملت الصيباق ديالها وفشمشات للمدرسة لقيت واحد تمثيل فيه نفس علامة لينشاين جبدأت هذا الكتاب وقرأت واحد اللغز شوية تفتح الباب الذي كان ورد تمثيل فش دخلات كانوا بثاف تصاور وكانت فيهم تصوير ماما وبابا هبطت إلى تحت ولقيت كتابة صغيرة فيها بثاف الكتوبة فبدأت تقرأت غياب لكي لاحظ غيابها فش خدات الكتاب الذي كانت تقرأ فيه وغدا خارجها تماجه شي حد وغطى لها وجهها وخداها فش حلات عينيها لقيت رأسها مربوطة وضايرين بها صحابها اللي معها في المدرسة وكانوا لابسين سلاهم في الكحل وقالوا ليها بللي هما المجموعة لينشاين وكيديروا اجتماعاتهم بالسر لكي لا يأتي لهم من المدرسة وقال لها واحد منهم لكي تنضم لهم ولكن هي لا أعجب هذا شيء ولم أردت الغد لهم وقيت وينزدي عند الزعيم المجموعة لينشاين وسؤولته على التصوير التي أخذت من راوان فقال لها أنا لا أعرف كل شيء على هذه التصوير من غير أن هذه التصوير هو شخص ميته جوزيف وهو الذي أسس المدينة وينزدي وقيت عن تيلر وسؤولته على البلاسة جوزيف فقال لها بللي كان في الغابة ولكن هذه البلاسة خطيرة ومهجورة وقال لها كل شيء لكي تعرف ماذا علقتها مع جوزيف حتى ترسمت هي وياه في هذه التصوير وهي داخل هذه البلاسة وخرج لها واحد شيء يباني وريد أن يهجمها ولكن قدرت سينغ يخلعه ويجعله يهرب قلبت تم تعيات وملقت والو وهي غادة من تمه رأيت رؤية التي فيها الناس المدينة ضائرين بها هي وجوزيف وهي باغة تهرب منهم وبنت لها هذه البنت التي تشبهها الى التي التي رأتها من قبل وفهمت التي تجدتها قبل 400 عام رأيتها وهي غادة هربانة حيث الناس المدينة كانوا باغين يحرقوها وشوية فقت وينز داي من الرؤية ثم ناضط ورأت ترجع حتى سمعت صوت الوحش وغير شافها هرب هي قدرت تتبعه وغير شافت الآثر رجليه عرفته بأنه هو إنسان عادي ولكن يقدر يتحول قليلا لها القائد مجموعة لاينشاين وقالت له الوحش الذي اقتراوان هو غير إنسان بحالهم ولكن يقدر يتحول بدأت تعود لها على راوان وقال لها بأنه متأكد بأنه يحضر من تحل الشخصية حيث هو مازال معرفة راوان مات وهنا نرى هذا الشيباني الذي يهرب من سينك وهو يصوب في كاميرته ثم خرج له الوحش وقتله وكانت الكاميرا خدامه وصورات الوحش جاءوا البوليس للبلاثة وقواوا تصويره ومشوا يحلوا فيها هنا وينز داي جاءت المشرحة لكي ترى الجوتة شوية جاءت المحقق مع الطبيب وسمع الطبيب قال بأن الوحش قدعه عضوه من الجوتة ومشى وينز داي جاء الفضول من هذا الشيء وبدأت تحقق فيه فشكانه يقرأه شاهدت في عمق هذا الدر الذي يقرأ معها أثار القميش وشكت بأنه هو الوحش وقررت تراقبه بقيت تابعه حتى المشى الوحش دار مهجورة في الغابة وبقيت حاضية تخرج منها وغير مشى دخلت هي لهذه الدار ولقيت الكثير من اللوحات مرسومة فيهم الوحش فشكت بأنه هو النيت الوحش ازعت واحدة من هذه التصاور لكي أعطيها من البوليس وهي خارجة شاهدها الدر الذي يقرأ معها فبدأت تكذب عليه وقلت له بالذي كنت نقلب عليك لكي تذهب معي للحفلة الذي ستكون من وراء القرية وهو طيقها ووافق يذهب معها قدرات وينز داي اعطي الرسمة للبوليس وقلت له بالذي الدر هو الوحش قال له المحقق جيبي لي دليل واحد على هذا الشيء الذي تقولي ونعاونك في أي شيء بغيتيها فوافقت وينز داي فمشت عند يو جين وقلت له يعاون هذا الدليل من بعد خداته ومشت هي وياه لأحد جبل كان مرسوم مع هذا التصاور دخلوا للغار الذي ينتمه والقاوه بالكثير من الأعظام والجوتات لغد له مشت وينز داي لذي الدر الذي يرسم فيها الدري لكي تهز لبصاماته هو جاء وحصلها وهي معرفة ما تقول وقلت له بالذي شاك فيك أنت هو الوحش هو تقلق حتى تشكت فيه وقلت له ها هذا الوحش أنا دي ما كنشوفه في الأحلام ديالي وكان يرسم ذلك الشيء الذي أعقلت عليه من الأحلام ولكن هي مطاقة شبيه واخذت هذه البصامات وطلبت من المحقق يدير التحليل للعينة هنا سينغ أعطى دعوة لصديقها تيلر لكي يأتي معها للحفلة ونهار الحفلة وينز داي كانت موجودة لتمشي للغابة هي ويو جين يكملوا التحقيق ديالهم وهي خارجة من البيت حتى تفاجأت بتيلر حداها فاضطرت تقلب الخطة ديالها وبدلت حويجها ضغية وهنا يوجين يمشي بوحده للغابة فقد دخلت وينز داي للحفلة اجدبت انتباه ديال كل شيء لوكاس وصحابه أريد أن يديروا مقلب لصاحبهم وسط الحفلة وكبوا على كل شيء ما أحمر هنا وينز داي جاتها رؤية باللي يوجين خاص المساعدة في الغابة ومشت عنده كاتجيري وغير وصلات تلقاته طايحة في الأرض يوجين دعوها للصبيطار ووينز داي معاه ووعداته سيتنتقم له من الوحش وقتله وهنا نرى والديها وهم جايين لكي يشوفوها وغير رأيت باباها سولته على الجريمة المتهم بها 30 عام هادي فتضموه ولم يريدون أن يجاوبوها تعصبات عليهم ومشت وخلاتهم شوية رأيت ماماها وهي غادر المقبرة ومشت للقبر ديالجيريت وهذا جيريت هو نفسه الذي قتله باباها وينز داي ما فهمت والو وهنا نرى البوليس في الصبيطار جاءوا حيث واحد طبيب انطحر وخلوا رسالة مكتوب فيها بالذي كان زورت تقرير موت غير رأيت قبل 30 عام هنا القضية للقتل تبتت على باباين وينز داي وشدوه هي مشات باش تزوره وبدأت تسوله على هذه القضية ثم بدأت يقرر لها بالحقيقة وقال لها هذا غير رأيت كان يريد ماماك من قديم وكان دائما يحاول يقتلني حتى الوحد الليلة ماماك هي اللي قتلته وانا اللي اختيت من عندها السيف لكي يتهموني انا فشرجعت وينز داي المدرسة لقيت ماماها في المكتبة للاينشاين وسولاتها على غير رأيت وماماها قالت لها نفس القصة التي قلت لها باباها هنا وينز داي قالت لها انا شاك كبلي غير رأيت ما تمسموه ومشوا باش يحفروا القبر ديالوي تأكدوا من هذا الشيء وهي كتحفر جاءوا البوليس وشدوها وهي في الحبس شافت رؤية فيها باباين غير رأيت اللي اعطى لولده قرعة صغيرة فيها السم باش يعطيها لصحابه في المدراسة وتم باباين وينز داي تضرب معه وطاحت القرعة وتهرسات وتسمم غير رأيت وينز داي طلبت باش تشوف الرئيس ديالوي مدينة باش تعاود ليه على هذا الشيء مشات عنده وعودت ليه كل شيء وهنا قدرت وينز داي تنقضبها من الحبس وينز داي كانت واقفة مع أمها ومها قالت ليها تأنا فاش كنت صغيرة كنت كنت نشوف بحل هذا الرؤى وقالت ليها خاصك تحكمي في قوتك وتخدميها في الطريق الصحيح وبدأت توريها ألبوم وهنا شفت صويرة ديالوحد المغنية وعرفاتها هي المديرة طلعت عندها وقالت ليها انتي هي اللي انت حلتي شخصية راوان المديرة قالت ليها اه انا هي اللي درت هذا الشيء باش نحافظ على السمعة ديالوي مدراسة شوية سمعوا شي صدع فاش طلو لقوا مكتوب في الربيع بالعافية باللي غادي تصب بشتى بالعافية هنا وينز داي تفكرات باللي فايته شايفة بحل هذا الرؤية وهنا كنشوف صحابها اللي داروا لها حفلة ولكن هي ما كانتش فرحانة بسببها تشيلي كيطرة ومن اللي كانتك تقلب على شي حاجة كتأكد لي هذا الشي اللي شافت لقاته واحد الجملة وغير قصدها بدتك تشوف رؤية أخرى اللي بدتك تهدر معها فيها جداتها جودي وقالت لي هاب اللي خاصتك تقلب على القصر ديالعائلة زجريت باش تعرفي الحقيقة لغدليه مشات وينز داي للقصر المعلوم وهي غادة داخلة شافت العمدة ديال المدينة وهو خارج من ثمه وكيهدر في التليفون مع المحقق وقال ليه باللي عرفش كون كيدر هذه الجرائم وقروا يتلقوا في القهوة وينز داي سمعت كل شي ومشات تخبعات في الكوفر ديالتونوبيل دياله باش تمشيت تعرف الكمال ديال الحقيقة اللي يلقى العمدة وصلوا للقهوة وهو غادي ضربته التونوبيل المحقق جاء وعيطوا على الإسعاف قلسات وينز داي مع المحقق في القهوة وهنا عرفوه باللي العمدة مات في الصبيطر حيث شي حد قطع عليه الأكسيجين وهكا مات معه حتى السر اللي يلقى وينز داي بغت تمشي القصر غيريت واخدت معها صحابها بلما يعرفوا الى يشناوية فش وصلوا بدأوا يقلبوا في القصر وشافت صويرة للعائلة اللي كانت فيها خط غيريت اللي اسميتها رول ولكن كانت مازال عايشة وشكات باللي هي السبب في هذا الشي اللي يترى حيث ربما تكون تنتاقم لخوها وينز داي خدت معها صندوق الموسيقى دي الرول وهم خارجين سمعوا الصوت ديال الوحش وقدروا يهربوا منه وهم غاديين لقى تيلر مضروف صدره مشاول بيت صديق وينز داي باش يعالجوا الجرح تماجى المحقق فقلت له باللي خاص يقلب في القبو ديال القصر أكيد وافقوا ومشى معها فش وصلوا لقوا القبو خاوي وهنا المحقق دندرا خايبة على وينز داي وباللي هي كدابة حيث قلت له باللي كائن العظومة وكين حتى الطنوبي اللي ضربت العمدة وصافي المحقق مشى في حاله مشات وينز داي للمدرسة وطلقات بالمديرة اللي قلت له باللي غادي يجري عليها طلبتها باش تعطيها فرصة آخيرة باش تقدر تنقض المدرسة من ذلك اللي غادي يجي المديرة وافقات باش تخليها طلعت وينز داي لبيتها وهزات هذا الصندوق وطاحوا من نط تصاور ديالها وهنا عرفت باللي رول مراقبها من بعد مشات القنزة العمدة وشافت شي حد في الغابة تبعاته وفاش وقفات لقيته عمها ويستر قال لي ها جيت مريف باش نطمن عليك فداته لهذه الدار وعودات ليه على الوحش اللي طلع عارفه وقال لي ها سميته هايد وقال لي ها غادي تلقى معلومات عليه في المكتابة جاء الليل ومشات وينز داي مع عمها للمكتابة اشبدو الكتوبة وعرفوه باللي كين شي حد كيتحكم فيه وقررت تعاود تراقب الدري اللي كيقرأ معها وهنا شافته كيهضر في التليفون ومشات لقى مع الطبيبة النفسية اللي كانت مشات لعندها وشكات باللي هي اللي كانت تحكم في الوحش مشات واجهتها وقالت لي ها انتي السبب دي هادي شي كله فقالت لي ها الطبيبة باللي انتي حمقه وجرات عليها رجعت وينز داي المدراسة ولقعت بيتها كله مرون والصندوق دي الرول مكاينش وحتى سينغ مضروب بموس فاخذته بالزربة لعند عمها بش يعالجه وقدر يعطقه وسولاته شكون دار فيه هاد الشي ولكن ما عرفش حيث ما شافش شكون هنا وينز داي مشات لعند المديرة وعودات لي ها هاد الشي فقالت لي هالمديرة خاصك ترضي بالك من هاد الوحش حيث يقدر يقتلك وينز داي مشات عند الدري حيث ما زال شكب اللي هو الوحش ولقعت عنده منضادر دي الرواوان وحتى السنسلة دي للطبيبة اللي كانت تقتلات هذا الصباح النيت وصلوا للبوليس وشدوه من بعد مشات عن تيلر للقهوة وقلت ليه باللي رأيها القاتل الوحش ورأيهم شدوه وهي عنده جاءتها رؤية فيها تيلر وهو يقتل في الطبيبة فخرجتك تجري من تمه دارت خطام مع صحابها السحارة وعيطت على تيلر بش يتلاقوه في الغابة فجأت وجهت له التهم كلها ونعسات وحدة من صحابها بالتنويم المغناطيسي ففاقوا القراس ومربوط وبدأت تعدب فيه وينز داي بشي يعتارف الدراري الأخرين هربوه من تمه حيث تخاف ويتشدوه تمه جاء البوليس ولقواها مازالة تمه المحقق قال ليها باللي ما سيشدها ولكن سيكون آخر تحذير ليها مشات شافت تيلر الذي اعترف ليها بكل شيء ولكن تحت دماثيقها حيث تقع الأدلة كينا على الدراري التي يقرأ معها حاولت تقنع المديرة ولكن لم تسمعها وجرات عليها من المدرسة لغدت ليه جاء الوقت لتمشي من المدرسة وهي غادا دازت عند يوجين كي تشوفه وقال ليها بللي كينا بنت تلبس صبات حمر هي اللي تتحكم في الوحش وينزدي بدأت تربط في الأحداث وعرفت بللي مارلين هي اللي تلبس صبات حمر مشات لعند المديرة وطلبت منها تعاونها لآخر مرة المديرة اخذت شكل تيلر لتطيح مارلين ودخلو لعندها وينزدي قال ليها بللي تيلر قال لها كل شيء وهنا بدأت مارلين تعترف لها بكل شيء وقال ليها بللي هي رول خط غيريت وهي السبب في قاع الجرائم لكي نتهنا من قاع الصحارة ونرجع جوزيف للحياة وهنا بدأت المديرة وقال ليها سنعاقبك على هذا الشيء وفي ذلك اللحظة هجمت على المديرة وقتلتها وضربت وينزدي بالبالة فاقت وينزدي ولقات رأسها مع القفل في واحد القاعة كلها شموع مارلين قال لي وينزدي لكي ترجع لها جوزيف للحياة حيث هي عندها هذه القدرة وينزدي ما بغتش فشرحاتها في يدها وضعتها على القفل في القبر جوزيف وبدأت تقرأ في واحد تعويضها بدأ القبر يتحرك وبدأت مارلين تجمع في الأعضاء التي كانت تسرقها من الجوتات التي قتلت حتى تجمع جوزيف وعود للحياة وغير ما في وينزدي يسحب لي هي جودي التي قتلته فضربها بموس في كرشها وخرجوه من تماهو ومارلين قاصدين المدرسة لكي يحرقوها وينزدي بنت لها جودي وهي تقول ليها بالخصصة تنوض حيث المدرسة محتاجة لها هنا جودي دخلت في وينزدي وقدرت تداوي جرحها مراهام شاتك تجري وسط الغابة حتى تلقى لها تيلر وتحول الوحش ويريد أن يهجمها ثم جاء واحد من صاحبها الذي كان مستدعب وبدأ يضرب مع الوحش وينزدي استغلت هذا شيء وهربت فش وصلت للمدرسة لقد جوزيف بدأ يضمر فيها هزت السيف وبدأت تضرب معه جوزيف هرس السيف ديالها وكان يقتلها بلعصى دياله ثم جاءت صاحبتها وطعناته من اللور هو ضربها تطارت وهنا وينزدي ضغية ضربته في قلبه ومات جاءت مارلين وهي هز السلح وجاءها لكي قتلها ولكن يوجين قدم قوته وخلنا أن يهاجم مارلين أن يبقى هاجم عليها حتى ماتت وهكيت هنو من الوحش الذي كان يضمر المدينة مراهب مدة طلبات خرجوا من المدرسة ومشاوي دوزوا العطلة ديالهم احتاجت رسالة وينزدي اللي قرأت فيها أنا مراقبك ويأتي النهار اللي يقتلك فيه وهنا تسالة المسلسل ديالنا هذه المسلسل درتوه حيث بزاف منكم طلبوه مني نتمنى الملخص دياله يكون عجبكم وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايتا وديروا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس باش تفرجوا في الملخصات الجاية تلاو وانتلاقاوه في الفيديو الجاي